أكد وزير الخارج يسمح شكري أن هناك تطور كبير في العلاقات المصرية اليونانية على مدار تسع سنوات مشيرا إلى الاتصالات القائمة مع اليونان على جميع المستويات شدد شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس دانديداس عقب جلسة مباحثاتهما في آثنة اليوم شدد على تأكيد الجانبين على تطوير العلاقات بين البلدين لتحقيق الاستقرار والسلام بشرق المتوسط الاتصالات القائمة على كافة المستويات مستوى القيادتين مستوى وزراء الخارجية على مستوى الفني هي كلها تبرهن على مدى التطور للعلاقات الثنائية المصرية اليونانية عبر الـ 8-9 سنوات الماضية وما وصلت اليه من استقرار وعمل كثيف مشترك لتعزيز هذه العلاقة على المستوى السياسي والاقتصادي والتقافي والانساني هذه علاقة هامة على أسس وقواعد رسخة من العلاقة التاريخية القائمة بين الشعبين والمودة التي هي سمة للشعبين تجاه الآخر والتواصل المستمر عبر الخرون ونراه وأثره في تنمية هذه العلاقة وفي استقرارها تأكيد أن مباحثاتنا دائما تتسم بالشفافية والمصدقية نتحدث بدون قيود لأن مصالحنا مشتركة سياستنا متجنسة أهدفنا متصخة مع تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق المتوسط وعلى المستوى الإقليمي والدولي وسعيانا هو لتحقيق مصالح شعوبنا وازدهرها وإيجاد وسائل التعاون التي توفر ذلك